اشتركوا في القناة نبدأ على بركة الله تعالى مع أول تمرين اخترناه لكم في هذه السؤال التمرين الأول لاحظ الشكل المقابل وأجب ماذا يمثل العنصر ألف بجيم ثانيا ما ميزة العنصر ألف ثالثا يقال أن الخسائر في المنطقة الثنين أكبر من المنطقة واحد بما تفسر ذلك أخيرا اشرح العلاقة بين بعد المنطقة جيم والخسائر في المنطقة ألف وننتقل إلى حل هذا التمرين أولا التعرف على العناصر ألف بجيم ألف يمثل المركز السطحي للزلزال بايد تمثل الخطوط المتساوية الشدة أو نسميها الأمواج الزلزالية المتساوي جيم تمثل البؤة ثانيا ميزة العنصر ألف يتميز العنصر ألف بثلاث ميزات الميزة الأولى أنه أول نقطة تصلها الأمواج الزلزالية القادمة من البؤر ثانيا تكون الشدة على مستواه أكبر من غيرها من المناطق ثالثا حجم الخسائر على مستواه أكبر من بقية المناطق ثالثا التفسير الخسائر في المنطقة 2 تكون أكبر من الخسائر في المنطقة ألف وذلك لأن المنطقة 2 أقرب للمركز السطحي للزلزال أي أن شدة الزلزال في المنطقة 2 أكبر من شدة الزلزال في المنطقة 1 والخسائر تكون كبيرة كلما كانت شدة الزلزال كبيرة رابعا العلاقة بين المنطقة جيم والخسائر في المنطقة ألف تمثل المنطقة جيم نقطة انطلاق الأمواج الزلزالية باتجاه المنطقة ألف والتي تمثل المركز السطحي للزلزال أي أن شدة الزلزال تكون كبيرة في هذه المنطقة وكلما كانت البؤرة قريبة من المركز السطحي للزلزال تكون الخسائر كبيرة والعملية عكسية كلما كانت البؤرة بعيدة عن المركز السطحي للزلزال أو عن سطح الأرض كلما كانت شدة الزلزال صغيرة وبالتالي الخسائر تكون قليلة إذن ببساطة نقول كلما كانت البؤرة بعيدة عن السطح تكون الخسائر قليلة والعملية أي أنه كلما كانت البؤرة قريبة من السطح كلما كانت الخسائر كبيرة وننتقل للتمرين الثاني إليك الوثيقة المقابلة التي تمثل زلزال معين ألف حدد الوثيقة الأكثر تضرراً سين أو مصاد علل إجابتك ثانياً عرف كل من المصطلحات التالية البؤرة شدة الزلزال مقدار الزلزال والمركز السطحي للزلزال وننتقل مباشرة لحل هذا التمره وننتحديد المنطقة الأكثر تضرراً بالزلزال مع التعليم المنطقة ساد أكثر تضرراً بالزلزال من المنطقة سين لأن البؤرة في الوثيقة ساد أقرب للمركز السطحي من البؤرة الموجودة بالوثيقة سين فكلما كانت البؤرة قريبة من المركز السطحي كلما كانت الأضرار كبيرة وهذا ما لحظناه في الوثيقة ساد فالبؤرة الموجودة في الوثيقة ساد أقرب من البؤرة الموجودة في الوثيقة سين ثانيا تعريف المصطلحات التالية أولا البؤرة البؤرة هي نقطة انطلاق الأمواج الزلزالية باتجاه شاقولي نحو المركز السطحي للزلزال ثانيا شدة الزلزال تعبر شدة الزلزال عن حجم الأضرار والخسائر التي يخلفها الزلزال وتقاس بعدة سلال أهمها سلم ميركالي مقدار الزلزال هو الطاقة المحررة على مستوى البؤرة ويقاس بواسطة سلم ريشتر أخيرا المركز السطحي للزلزال هو أول نقطة تصلها الأمواج الزلزالية وتوجد مباشرة فوق البؤرة على سطح الأرض وتكون الأضرار على مستوى كبيرة جدا طبعا تكون كبيرة جدا حسب قرب البؤرة إلى سطح الأرض وننتقل الآن إلى التمرين الثالث تمثل الوثيقة المقابلة صورة لظاهرة جيولوجية مهمة أولا سمي الظاهرة المبينة في الوثيقة المقابلة وعرفها ثانيا ماذا يمثل ألف وباء وما هي العلاقة التي تجمعهما ثالثا أذكر أهم خصائص هذه الظاهرة وأخيرا ما هي الأضرار التي تخلفها هذه الظاهرة الجيولوجية اسم الظاهرة الجيولوجية الزلزل تعريفها هي عبارة عن ظاهرة طبيعية تتجلى في شكل هزات أرضية سريعة ومتفاوتة الشدة وتتبع بهزات ارتدادية ثانيا يمثل ألف المركز السطحي للزلزال بينما تمثل باء البؤرة العلاقة التي تجمعهما أن المركز السطحي للزلزال يقع مباشرة فوق البؤرة وكلما كانت البؤرة قريبة من المركز السطحي للزلزال كلما كانت الخسائر كبيرة والعملية عكسية ثالثا خصائص هذه الظاهرة هي البؤرة المركز السطحي الشدة والمقدار رابعا الأضرار التي تخلفها هذه الظاهرة تتمثل في خسائر بشرية سقوط موت جرحى موت مفقودين خسائر مادية كمثال تحطم المباني الجثور خسائر وأخيرا تشوهات في القشرة الأرضية كظهور الفوالق والفواصل إذن أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم ألتقي بكم بإذن الله تعالى في فيديو آخر شكرا على المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يسدكم كل جديد بإذن الله تعالى